موسيقى هل أنا مجرم حقيقة كما تصور لي نفسي؟ إن كان نعم فكيف ذلك وأنا أرفض صناعة الأذى الأكبر على الرغم مما أقدمه لها من أذى فعلي وإن كان لا فكيف ترى شخصا يرفض عشقا حقيقيا ويتكبر عليه مقابل محد أوهام مستقبلية يحيى على إثرها وحيدا طوال خمس سنوات أو شكت على إصابته بجنون وارتياب في كل شيء إضافة إلى اكتئاب شبه مزمن يتزايد يوما بعد يوم حسنا قبل أن تضرب أخماسا في أزداس سوف أحكي لك في عجالة أو هكذا أنتوي القصة منذ بدايتها لعلك في النهاية تستطيع إجابة السؤال الذي بدأنا منه قد أكون محظوظا وأجد لديك إجابة على باقي الأسئلة التي تطرحها هذه المعضلة التي أدور فيها كالكلب الذي يبحث عن زيله فلا هو تاركه ولا هو مدركه مثلها مثل كل المعضلات التي واجهتها في حياتي حتى الآن تبدأ القصة برسالة بسيطة على فيسبوك قبل اليوم المحتوم الذي قلب الدنيا على رؤوس الجميع ولم يعدلها حتى الآن رسالة فحديث فانقطاع للتواصل لمدة ثمانية عشر يوما ثم البداية تعرفنا بالتلقائية أنا وهي كان مجرى الحديث اعتياديا ويقود إلى وجهة واحدة علاقة جديدة تبدأ بعد أقل من شهر من التواصل الإلكتروني كان اللقاء الأول جاءت إلي جاهزة بمشاعرها المتفجرة المتدفقة فكانت هذه المشاعر هي المسكن الذي خضر آلام ذلك الشق العميق الذي يبلغ طوله أربعة أعوام ونصف من الانتظار والمحاولة والأذى والتحمل وبطبيعة الحال كأي ساذج حسبت أن هذا المسكن هو العلاج هو العلاج الذي سيذهب كل الآلام ويضمض الجراح ويسد شقوق الروح الطولية والعرضية لم أكن قد تعافيت بعد من استنزاف تلك العلاقة السابقة فثلاثة شهور من الوحدة والانغماس في العمل غير قادرة على إزالة أكثر من أربع سنوات من الألم والأمل لم أفكر كثيرا لكني فكرت بالفعل اتخذت قرارا مائعا كعادتي في مواجهة تلك الأمور المصيرية كان قراري أني سأترك الأمور على أعنتها فلا أدفعها نحو الأمام أو أكبحها للخلف فإن تطورت ونمت المشاعر كان بها وإن لم تفعل فمش فرقة وكان أن تطورت المشاعر مشاعرها هي أغضقت علي من كل أنواع العطايا محبة واهتماما وغيرة وتقديرا وانبهارا أعطتني كل شعور كنت مفتقدا له من امرأة في حياتي كلها هأنا أطيل في الكلام والحكي من جديد حسنا سننتقل إلى المراحل الفصلية في تلك العلاقة الشقية المحزنة ذات يوم تلقيت اتصالا هاتفيا من نور تلك صاحبة الجرح الأول وصانعت شقوق الروح كانت تخطط للقاء كانت تخطط للقاء مجمع بين مجموعة من الأصدقاء القدامى وتدعوني إله فجأة تركت كل شيء في يدي وألغيت مواعيدي لذلك اليوم ولبست إلا على الحبل كما يقولون وانطلقت إلى ذلك الموعد أنت حيوان أعلم أنك تقولها في سرك نعم أنا أوافقك الرأي تماما لكن دعنا من كل هذا الآن ودعنا أيضا من تفاصيل ذلك اللقاء التي تضمنت أني أمسكت بيدها مسيرة تقارب نصف الكيلو متر وأني عندما طلبت منها أن تبقى معنا قليلا وتكمل اليوم من أجلي فعلت كل هذا على الرغم من أنها على علاقة بشخص جديد وأنا على علاقة بأخرى المهم أنه في نهاية ذلك اليوم بعد أن عاد كل منا إلى بيته هاتفتها طلبت منها صراحة إخباري هل هناك أمل أن نعود معا كما كنا؟ فكانت الإجابة الباترة القاتلة لا انهرت يومين لا طعام لا نوم لا عمل لم أتواصل مع مريم طوال اليومين إلا بمكالمات مقتضبة سريعة في اليوم الثالث وجدتها تقف أمام مكتبي وتطلب مقابلتي ذهبت معها وجلسنا في المقهى المعتاد حيث لقاؤنا الأول وما تلته من لقاءات كانت في قمة الروعة وقتها لم أستطع النظر في عينيها وأنا أقصص عليها ما حدث منذ يومين وحين بكت لم أستطع أن أمسح دموعها جلست أمامها لا أعلم ماذا أقول لم تنتظر كثيرا فجاءتني بإعلانها أنها تحبني وأنها ترغب في إكمال حياتها معي وأنها ستبزل ما في وسعها لتخرجني مما أنا فيه لأسقط في حبها حتى النخاع وهكذا أعطتني هي طوق النجاء الثاني من المستنقع نفسه الذي كنت أغرق فيه كل مرة فتمسكت به بها أملا في النجاء وأصدت بحالة مفرطة من السعادة استمرت عدة شهور حتى اضطررت إلى أن أسافر خارج المدينة لمدة شهر هنا تأتي اللحظة المفصلية قبل الأخيرة أمضيت ذلك الشهر في مدينة بعيدة برفقة بعض الأصدقاء ذات ليلة دعاني صديقي لصهرة ذهبنا معا وجدتني بعد قليل من بداية الصهرة أجلس منفردا على طاولة واحدة مع جهان نعم نعم واحدة جديدة تماما فبادلنا الأحاديث وأرقام الهواتف وبعض المغازلات اسمح لي أن أستخدم بعض التشبيهات التي ستوضح لك بعضا من الصورة والتي قد تساعدك في الإجابة على السؤال الذي بدأنا به حديثنا يمكنني أن أصف نور بأنها غزال ومريم بأنها مهرة وإن كانت غير عربية أصيلة فما تزال مهرة أما جهان فيمكنك أن تصفها بأنها عنزة عنزة تذكر هذه الصور والتشبيهات المعنوية أكثر من كونها جسمانية لنهاية القصة حتى تساعدك على الإجابة المهم استمرت علاقتي بجهان ومريم حتى بعد عودتي إلى مدينتي فأهاتف هذه صباحا وأقابل هذه في المساء أتناول إفطاري مع هذه وأتعشى مع تلك وهكذا عدة شهور حتى جاءت اللحظة الأخيرة جمعتني صدفة غير مرتبة وغير مقصودة وأنا صادق هذه المرة صدفة بنور كان لقاءا مجمعا لكن ليس كسابقه لم نتصافح لم نتحدث جلس كل منا في ركن بعيد عن الآخر بعد أن فرغت من هذا اللقاء المتعب أدركت كم بقايا المشاعر التي ما تزال طرعى في قلبي أدركت أخيرا كيف هو إحساسك نحو الحب ونحو من تحب عرفت أن ما بداخلي نحو مريم أو جهان ليس حبا على الإطلاق إنما هو محاولة إرواء عطش ما بماء بحر ما يومها اتخذت قرارا مفاجئا كانت تسبقه مقدمات لا إرادية وإشارات انطلقت وحدها وكما بدأت علاقتي بمريم عبر الإنترنت أنهيتها عبر الإنترنت مع سيل من المبررات التي تنفي عنها أي نوع من التقصير أو الذنب لأتحمله كاملا كما أستحق وبالنسبة للجهان لم يستمر الأمر بيننا بعد هذه الحادثة سوى شهرين لأضطر أن أتجاهلها وأعطي الهاتف لصديقي عندما تتصل فيخبرها صائحا في انفعال مفتعل أدهم أدهم مات مات ويغلق الهاتف وانا نفجر في الضحك هذا ملخص ما حدث منذ خمس سنوات بالتمام والكمال منذ ثلاثة أيام وجدت رسالة جديدة من مريم على فيسبوك تخبرني بأنها لم تنساني ولن تنساني طبعا بفعل الوحدة والجوع العاطفي لم أدري بنفسي وأنا أنساق في الحديث معها حديث ظاهره الصد وتوضيح الأمور أما بطنه فلا أعلم حقيقة لا أعلم فجأة دون مقدمات وجدتني أجلس أمامها في ذلك المقهى مرة أخرى هي ذاتها لم تتغير من الداخل على الإطلاق وإن تغيرت من الخارج كثيرا أصبحت سيدة أعمال ناجحة ومعروفة في مجالها أصبحت متحكمة في حياتها تصنع مصيرها وتواجه الحياة دون خوف وما تزال تحبني يا الله لماذا أنت ولماذا الآن أجلس حاليا أكتب هذه الكلمات وكل تلك الأسئلة تدور في عقلي فتصيبني بما يشبه البلى أكثر من الحيرة أو الاكتئاب وتتغير من دعم ولماذا يсkg؟ أقد سمعت يا رجلة الأسئلة تطيرين